قررت جامعة بينجوريون في بير السبع منح وسام الجامعة للعام 2020 لابن راهة الدكتور يونس أبو ربيع ويعتبر دكتور أبو ربيع أول طبيب بدوي من سكان الجنوب وهو خبير في أمراض السكري ويعمل في مستشفى سوروكا كما أنه ناشط في مجال المطالبة بحقوق المواطنين العرب في النقب ننتقل الآن في بث حيون باشر إلى مراسل قناة هلاحسين العبرة في النقب وإلى جانبه الدكتور يونس أبو ربيع مساء الخير حسين مساء الخير زميل شكر مواسي لك والمشاهدين مرة أخرى من النقب هذه المرة من بيت الدكتور يونس أبو ربيع في مدينة بير السبع الدكتور يونس أبو ربيع أول طبيب بدوي في منطقة النقب هذه الأيام يعني خلال يوم الأحد القريب سيتم تسليم دكتور يونس أبو ربيع وسام جامعة بير السبع جامعة بن جوريون على نشاطه وعمله وتطوعه في منطقة النقب على مدار عشرات السنوات نقول أن هذه الجائزة تسلم كل عام لشخصية أخرى وهذه المرة وخاصة في زمن الكورونا سيتم تسليم وسام جامعة بن جوريون إلى الدكتور يونس أبو ربيع الذي يتواجد بجانبي دكتور يونس أبو ربيع مساء الخير نبارك لك أولا هذا الإنجاز هذا الوسام وتحدثنا أكثر عن هذا الموضوع عن هذا الوسام وسام جامعة بن جوريون وسامة جامعة بن جوريون يمنح كل سنة لعدة أشخاص اللي عملوا عمل للمجتمع العام ولمجتمع المحلي وهذه الجائزة كانوا عدة أشخاص واختروني أنا من بينهم وأنا بشكر الجامعة جداً اللي عطتني هاي الثقة بالأعمال اللي عملها يعني بتقدر لأي إنسان عمل عمل لشعبه وللدولة كلها بشكر الجامعة اللي عطتني هذا الوسام نعم الاحتفال يوم الأحد بمشاركة واسعة يعني العائلة أو مشاركة بصغرة للأسف الشديد الاحتفال بيكون بالزوم بالزوم الكل بيشترك فيه ولكن بيكون بالزوم لو كان مجموعة الناس وتشوفوا وينشافوا وتحكيوا إلى آخره كان الاحتفال بكل أهمية أكثر بس نحن في ظروف صعبة جداً ولذلك ما في أي طريقة ثانية أي وسيلة ثانية سواء الاحتفال بالزوم نعم دكتور يونس أبو ربيعة تتحدث عن ظروف صعبة وأنت من يعني أول طبيب في منطقة النقب عملت في يعني عدة بلدات بدوية أكثرها في مدينة رهض الآن أزمة الكورونا الأزمة الصحية التي تضرب في العالم أجمع كيف ترى يعني التعامل أهل النقب بدو النقب مع هذه الأزمة لسوء الحظ وأنا بحزن مرات أني بشوف أن المواطنين في النقب بيفكروا أن الكورونا مثل رشح أو أي مرض ثاني هذا مرض جديد هذا مرض أليم هذا مرض يقتل الناس وأحنا بنشوف كديش الأموات اللي بيموتوا منه ولذلك أحنا بنشوف أن الناس فيش عندهم الوعي بيعملوا الأعراس والاجتماعات بكميات هائلة بمئات الأشخاص وهذا بيسبب العدوى الكثيرة وأحنا بنعرف أن هذا المرض شديد العدوى هذا مش رشح الناس بعدهم ما استوعبوا خطر هذا المرض والإنسان اللي بيمرض من عيلته إنسان أو اللي بيموت من عيلته إنسان بيبدو يستوعوه وبكون متأخر لازم نحافظ على أنفسنا في هاي الفترة يعني كل الفترة اللي ظلت مع الكورونا ممكن تنتهي بعد ثمانة شهر أو سنة ليش ما نحافظ على حالنا أحنا بنشوف شعوب ثانية في آسيا بيحافظوا عنفسهم كل الوقت وبموت ما بيموت عندهم أحد ولا بيسببهم كورونا ليش أحنا ما نصير زيهم ليش أحنا ما نحافظ على أنفسنا هذا مش مرض الزيضاء ليش ليس سؤال يعني مجد ليش يعني كان هناك عدد كبير المئة ألاف من منطقة النقب وصيبوا بهذا الفيروس رغم كل يعني التعليمات وكان يعني هناك أكثر من ثلاثين حالة وفاة في منطقة النقب ليسو ألحظ وكش منهم بعرفه وحزنت علي فيش واي عند الناس الناس لا يوجد عندهم واي يعني لا يستوعب لسه ما استوعبوا هذا المرض لسه الناس يعني بيفكروا أنا ما بيصيبني شي بيصيب فلان بيصيبني أنا وهذا المشكلة العويصة جدا إن الناس ما استوعبوا المرض والمشكلة كمان في شيء ثاني الشرح للناس غير كافي يعني بيحكوا في التلفزيون أو في الراديو حطوا كمامه وبعده مترين والنظافة والآخرين هذا لا يكفي لازم آئمة المساجد كل يوم جمعة يخطبوا خطاب عن هذا المرض لازم رؤساء المجالس كل واحدة جند سيارات تدير بين الناس وتحذرهم الخطر لازم يجيبوا قصص للناس اللي من النقب توفوا من هذا المرض حتى الناس يشعروا يشعروا بالواجب اللي لازم يحافظوا على حالهم يعني أنت واحد صغير بيقول أنا ما بيصيبني بس إذا بيصيبك بتقتل أبوك بتقتل أمك بتقتل جدك بتقتل جدتك هذا الشيء المهم أنه هذا الوضع غير واضح للناس بشكل خطير كما هو نعم دكتور يعني يونس بالنسبة لموضوع التوعية هل الدولة يعني قامت بما عليها هل القرى غير المعترب بها تجمعات البدوية تعرف يعني أوضاعها عن قريب يعني هل وزارة أو مثلي الوزارات المختلفة وصلوا للتجمعات البدوية إذا بدنا نحك عن وعي أولا الحكومة فشلت مش بس عندنا أحنا في كل الدولة فشلت نحن نتذكر بعد الجائحة الأولى الجر الأول كيف نتنياو كان تعصيه خيما نبسط وروحه واشربه بيرة وإلى آخر بخاطب الشعب وهذا اللي خل الناس أنا متذكر في الموجة الأولى كان الناس يخافوا والناس يشددوا وكان هلع شديد بس بعد ما مضت الموجة الأولى صار الناس يفكروا أن هذا المرض زمني بروحه وبيجي في النقى الحكومة فشلت ولازم الحكومة تنتبه انتباهها شديد نحن مواطنين دولة إسرائيل نحن مش أعداء دولة إسرائيل كما تدعي حكومة إسرائيل الكرة الغير معترف فيها لا يوجد فيها لا كهرباء ولا مية ولا ناكل ولا أمبولنسات ولا شي هل هذول الناس مش مواطنين دولة إسرائيل هل هذا ذنب الناس لأنهم في كرة غير معترف فيها الدولة لازم تأخذ بعين الاعتبار لازم لأكل ما يمكن يشوف الطلاب الطلاب اللي في الكرة الغير معترفة لا هاي هاي ضربة شديدة جدا للتعليم خاصة عند البدوء وخاصة في الكرة المعترفية أنا بسأل معلمين كيف بدأ نعلم ما فيش طلاب بسأل معلمين من أقربائي كيف بتعلموا فيش حدا يعني كانها فرصة كان لا يعمل الجهد الكافي من وزارة المعارف انه هاي الفترة ممنوع ممنوع بأي شكل من الأشكال نضيع مستقبل أولادنا الصغار وأولادنا الكبار ممكن أنهم يعني واحد ثري واحد وضعه الاقتصادي ممتاز في تل أبيب في رعلان في كل ما فيش مشكلة بيعلموا أولاده بالزوب كل ولده عنده حسوب إذا بحتاج معلم خصوصي بلاك خصوصي أحنا هون أولا العيلة اللي فيها 12 واحد وفيها عيلات فيها 24 واحد كيف بدهم كل واحد منهم يكون عنده حسوب اللي يتعلم منه إيش البديل؟ أي بديل؟ يعني إيش تطرح إيش الحل لما العيلة اللي عندها 20 ولد؟ أنا حسب رأي ما في حل ما في حل يمكن حلول جزئية أما حلول كاملة ما في حلول كاملة لأن الوضع اللي أحنا أنا موجودين فيه مثلا لا يسمح أنه كل 12 واحد إحنا زي الخرديم بس الخرديم الدولة بتعتبرهم يهود إحنا الدولة بتعتبرنا عرب لسوء إحنا عرب بس بتعتبرنا مش في الموضع الأول يمكن في الثاني أو الثالث ما في حل جذري الحل الجذري هو الاعتراف بالكرة الغير معترف فيها مد المياه والكهرباء حتى في حوالي 100 ألف بدوي في الكرة المعترف بيها وهي المئة ألف هاي الأجيال اللي البنات مش كلهم بروحوا على المدارس مش الأولاد بروحوا على المدارس أحنا في القرن الواحد وعشرين مش في القرن الثامن عشر في القرن الواحد وعشرين أما لما أنا بمر في الطرق بروح عائلات أو عارات وبشوف كيف الناس ساكنين وكيف في أي دولة كانت في الأردن اقتصادها يمكن ربع اقتصاد إسرائيل كيف أحنا يلبدوا في النقب ما زلنا في هذا في الحالة الصعبة جدا واللي مش ممكن ننتج منها أجيال جديدة مش ممكن منها نتطور إذا الوضع بظل زي ما هو ورسالة أخيرة توجهها لأهالي النقب دكتور خاصة يعني لما بنحكي الدكتور يونس أبو ربيعة أول طبيب بدأوا في النقب الآن ما شاء الله كل عام عشرات الأطباء اللي بتخرجوا من الجامعة هذا أحسن خبر دائما أنا بنصح الناس أنهم يحافظوا على النظافة على الكمامة على البعد مترين كما وزارة الصحة بترجو كل الوقت من الناس دكتور يونس أبو ربيعة شكرا نسيت الأعراس 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 تقدروا تتجوزوا بدون ما يكونوا أربعمية ثلاثمية في سابقات في النقب عملوا أعراس ورتبوا الناس يجوا بكميات معينة حتى متير عدوى نعم دكتور يونس أبو ربيعة الحاصل على وسام جامعة بن قريون شكرا جزيلا شكرا لك شكرا لك نعم زميلة شاكر هذه صورة الوضع هنا في بئر السبع ويعني الدكتور يونس أبو ربيعة أول طبيب بدأوا في النقب يتحدث عن أزمة الكورونا وخاصة الوضع في القرى غير المعترفة بها في النقب وفشل الحكومة في معالجة أوضاع هذه القرى من بئر السبع نعيد البث إلى قناة هلا ترجمة نانسي قنقر